حيث أدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك في المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور الأفيف من كبار رجال الدولة وعلماء الأزهر الشريف هذا وقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على وقوف عدد من أبناء الشهداء بجانبه وأدائهم لصلاة عيد الفطر معه وعقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك ألقى خطيب المسجد خطبة العيد داعينا الله أن يجعله عيد سرور وفرح على الكون كله والإنسانية جمعاء وعلى مصر وقادتها وعلمائها وعلى زعيم أمتنا وقائد نهضتنا سائلا المولى عز وجل أن يوافقه الله بتوفيقه ويؤيده بتأييده وأن يكون له نصيرا